الحمد لله والسلام على رسول الله سيدنا محمد بالقلوب وضوائها وعافية الأبدان والشفائها صلهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع احنا كلنا مزغولين منه اللي هو ايه؟ موضوع الرب الربة دي حاجة مهمة لأنها مفصل ارتكازي بيحصل فيها مشاكل كتير فيها مشاكل مرضية فيها مشاكل نتيجة مبارسة الرياضة واللعب الكورة المشاكل اللي هي القفز الجاري الحاجات اللي هي زي المسارعة الملاكمة الحاجات دي كلها لها تأثير على مفصل الركبة بس الأول أنا أحب ان حضراتكم تعرفوا ايه مفصل الركبة ده بيتكون من ايه؟ وايه الحاجات اللي هي مهمة فيها هو نفصل كل حاجاته مهمة يعني ده الكاب بتاعه ده الطائية بتاعته اللي هي الصابونة ودي طلعة بتبقى موجودة في الجزء الامامي بتاع الركبة ويبقى بيحواليها بيحوطها العضلة الامامية ذات الاربع رؤوس بتاعت الفاخد اللي هي دي بتبقى جيالها من النص وعضلتين من الجنبين وفي عضلة الثغيرة تالتة بتبقى موجودة معهم وربعة بتبقى موجودة معهم جوه بيبقى دي الصابونة طيب لو بصينا هنبص على عظمة الفاخد ماشي؟ دي عظمة الفاخد ودي عظمة الساقة طيب هنا المفصل ده مفصل هنجي دنيا يعني بتحرك في الاتجاه ده باتجاه واحد واللي هو روتيشن بس بسيط لكن هو بتحرك تاني وفرق دي أول حال هو فيه الرباط الداخلي وده الرباط قوي جدا موجود على الجزء الداخلي بتاع المفصل وده بيبقى مرتبط به بنسبة بسيطة الغدروف الداخلي تمام؟ بتاع الرجبة وفيه هنا الرباط الخارجي وده أضعف شوية أو أقل شوية وبيعتمد على وجود الروباط الصريبي الخلفي معه يبقى الرباط الداخلي بيعتمد على وجود في السببات بتاعه إنه هو قوي فبيثبت نفسه وبيثبت المفصل من ناحية الخارجية ومعه الغدروف ومعه الرباط الصريبي الأمام اللي هو ده اللي احنا قطعينه اللي هو ده تمام؟ ده بقيته أهو وإحنا فتحينه بس عشان نشوف المفصل من جوا طيب نيجي بقى بعد كده للايه الغدريف ده الغدروف الداخلي اللي هو ده وده الغدروف الخالي طيب بعد كده فيه الرباط الصريبي الخالفي وده الرباط قوم تمام؟ زي ما انتو حديكوه يحفينه هو باين من وراه تمام؟ ده الرباط الصريبي الخالي طيب أنا عندي الايه؟ الرجبة بتتعرض لحاجات كتير جدا ممكن التواء ممكن مع السقوط مثلا لما تحقي بتنزل تقفها رجلك بيحصل ضغط وخبطة بين العظم وبعضه فالربة من المفصل اللي هي بتتحمل لوت كبير أو ضغط كبير وهي مهمة قوي ان هي لها من جوة بطانة البطانة دي بتبطن الرجبة من الجنبين حوالين الصابونة بحيث ان هي البطانة دي فيها سائل موجود بيخرج عشان يعمل عملية ترتيب وعملية تليين للمفصل وبيوصل منه الدم للإيه؟ للغضريف الغضروف الداخلي والغضروف الخارجي وهنا بقى فيه الإيه؟ مكان الالتقاء أو الحتة اللي هي عليها الحمل بتاع الرجبة من تحت لما بنتكلم عن عظمة بتاعة الفخت بيقول العظمة بتاعة الفخت دي بتتكون من إيه؟ من ثلاث أحمال ده عظم صلب اللي هو الكورتيكال بون ده عظم اسمه كانسيلس بون وده عظم رقم أقل شوية في الصلبة من العظمة دي وبعدين هنا الأرقوشة أو الأرتيكولار بورت اللي هو موجود هنا تحت وده كمية الكولاجين فيه بتبقى أقل شوية وبيبقى الكالسم فيه أقل شوية تمام؟ ده عشان هيئيه؟ هيحمل في الحركة على الغضروف الداخلي للغضروف الخارجي والشكل بتاع العظمة نفسه زي ما حالكو شايفين لو اتحطت على العظمة دي ستزحلق لكن سبحان الخالق خلق الغضروف دي عشان يبقى بشكل تحتوي الرجبة جوه يعني أتمنى أن يكون الصورة واضحت عشان اللي هنتكلم فيه بعد كده بالنسبة للتغيرات اللي بتحصل في مفصل للرجبة والإجراءات اللي احنا بنعملها عشان نعارك الخشونة بتاعة مفصل الرجبة أنا متشكل لحضراتكو وأشوف حضرتك سلام عليكم شكرا